اشتركوا في القناة وزير خارجية خلال ترأسه وفد المملكة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الملعقد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مع المزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وحضور ومشاركة أكثر من أربعين دولة أعض رئيس مجلس السيادة عبدالفتح لبرخان البلاد صباح اليوم بعد زيارة للفرصة استغرقت يومين شارك خلالها بجانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان واثنى البرهان على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنظيمه للمؤتمر الاقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول رفن عبدالفتح البرهان بباريس بفولكر بيريتس الممثل الخاص للمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس وقال فولكر في تصريح صحفي إن اللقاء كان فرصة طيبة لبحث كافة القضايا المتصلة بأداوة واجبات البعث والمهام المكللةها ودورها المرتقب في دعم مسيرة الاستقرار بدأت بالعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم فعاليات لقى رئيس الوزر عبدالحمدوك مع 15 شركة من كوبريات الشركات الفرنسية والعالمية وذلك على هامش مؤتمر باريس الذي انعقد أمس بهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان وتنول اللقاء الاستثمار في السودان خاصة بعد نجاح جلسة رفاء الديون أمس الذي فتح الباب واسع لولوج السودان إلى منظومة المال الدولية ترجمة نانسي قنقر